ثامنة مساء بتوقيت الخرطوم هذه نشرة الأخبار من قناة البلد الفضائية معكم فيها محمد السعودي والبداية بعناوينها رئيس الوزراء الإثيوبي يجري لقاءات مكثفة بالخرطوم حول تطورات العملية السياسية خبراء يصفون الاتفاق الإطاري بأنه طوق نجاة وفرصة للخروج من الأزمة الحالية والجنائية الدولية تستمع لأكثر من خمسين شاهدا حول قضية دارفور وتنهي مرافعاتها الشهر المقبل حياكم الله أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تطرقت إلى ملفات بينها قضية سد النهضة والحدود ومجمل التطورات في السودان والتوافق الوطني كما أجرى أبي أحمد لقاءات مع ممثلي الآلية الثلاثية وقوى الحرية وتغيير في القصر الرئاسي بالخرطوم وأطلع البرهان رئيس الوزراء الإثيوبي على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة من جهته قال أبي أحمد حسب البيان إن الغرض من الزيارة إظهار التضامن مع السودان والوقوف معه في هذه المرحلة الهامة من مسيرته السياسية دعا نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الآئمة والدعاء إلى تبني حملات توعية وإرشاد للمواطنين لنبد خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية والتي بدأت تنتشر وسط المجتمع السوداني وشدد دقلو خلال مخاطبته المصليين عقب افتتاح مسجد الحاج ليلة الكباشي بحي البشارة جنوب الخرطوم يوم أمس على ضرورة محاربة أمراض الجهل والتعصب خاصة الصراعات القبلية والتي تحصد الأرواح وتدمر حياة المجتمع بالتشرد والنزوح مشيرا إلى أهمية قبول الآخر واحترام التنوع والاختلاف للحفاظ على أمن واستقرار السودان من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة عن تقديره واحترامه لصبر السودانيين وتحملهم للظروف التي تمر بها البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا داعيا إلى مزيد من الصبر والتضرع بالدعاء أكد الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق والناشط السياسي أن الاتفاق الإطاري فرصة للانتقال إلى مربع جديد وبناء دولة ديمقراطية حقيقية وشدد الفكي خلال مخاطبته ندوة ملتقى الإعلام والسياسة نحو ميثاق شرف للممارسة السياسية والإعلامية والتي أقيمت صباح اليوم بدار نقابة الصحفيين السودانيين بالخرطوم شدد على ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية وبناء جيش وطني واحد ومحاسبة المتورطين في قتل الثوار مبينا أن وصول الاتفاق الإطاري إلى نهايته يحتاج إلى إرادة سياسية قومية إضافة لتوسيع قاعدة المشاركة وقال الفكي إن الحرية والتغيير دافعت عن اتفاقية جبال سلام السودان وأن التعامل مع جمهورية مصر واجب لما لدينا معها من علاقات تاريخية ومصالح مشتركة بين الشعبين على صعيد متصل قال دكتور النور حمد الخبير الأكاديمي خلال استعراضه لورقة بعنوان نظرة تحليلية في السياق السياسي الراهن قال إن الاتفاق الإطاري يعتبر طوق النجاة وفرصة للقوى السودانية للخروج من الأزمة السياسية من خلال الدخول في مفاوضات جادة وأكد دكتور النور أن انقسامات الحرية والتغيير فتحت أبوابا لعودة النظام البائد داعيا إلى التصدي لتدخلات الخارجية في الشأن السوداني والتي ستعمل على إعاقة التحول الديمقراطي عبر الغطاء الجماهيري واستغلاله في قالب ديمقراطي زائف كشف المهندس خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية عن قيام القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالعمل على قدم وساق من أجل استكمال النقاش حول بقية القضايا التي تم إدراجها في جدول أعمال المرحلة النهائية لمزيد من التفاصيل عقب وضع الاتفاق الإطاري الأساس الجيد له وأبان أن الآلية الثلاثية ستقدم الدعوة لورشتي السلام والشرق خلال الأيام المقبلة حيث تبدأ ورشة السلام في الحادي والثلاثين من يناير وتعمل الآلية الثلاثية على إكمال التفتيبات والتحضيرات لها لضمان قيام الورشة على أفضل شكل بحيث تضمن الشمول بما يحقق الهدف المعلن وهو إزالة العوائق السياسية وكل ما يعوق تنفيذ اتفاق السلام وليتم تنفيذ الاتفاق على الوجه الأمثل قال اللواء فضل الله برما رئيس حزب الأمة القومية المكلف إن الاتفاق الإطاري يمثل بادرة جيدة لعملية سياسية وطنية ذات مصداقية وشفافية مبينا أنه وضع حدا للإصطفافات والإستقطابات ووضع أسسا لمعالجة الأزمة الوطنية وأضاف فضل الله في احتفال الحزب الذكرى الثامنة والثلاثين بعد المئة لتحرير الخرطوم بدار الأمة بأم درمان مساء أمس إن الاتفاق الإطاري مولود شرعي للإرادة السودانية من المدنيين والعسكريين وأنه ثمرة تفاهمات وحوارات جادة ومسؤولة بعيدا عن الأجندات الضيقة كما تحدث عن العثرات والمشاكل التي تواجه البلاد حاليا مبينا أن ذلك بسبب سياسات النظام الشمولي البائد ومحذرا أنصاره من محاولة النيل من مكاسب الثورة وقال فضل الله إن الأوضاع اليوم مقلقة للغاية أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا مبينا أن الواقع السياسي تسوده حالة الاستقطاب الحاد والمزايدة السياسية أكد المدعي العام كريم خان بأنه تم تحقيق تقدم ملموس في محاكمة المتهم عبد الرحمن علي كوشيب خلال الأشهر الثمانية الماضية وأن المحكمة قد استمعت إلى خمسين شاهدا منذ بتئها وأنه من المتوقع أن تنهي المحكمة مرافعتها في هذه القضية بحلول فبراير عشرين ثلاثة وعشرين وأضاف المدعي العام أن الفرصة أتيحت للشهود بمواجهة المتهم وأن يتم فحص شهاداتهم أمام قضاة مستقلين ومحايدين وتشكيل سجل يمهد الطريقة في نهاية العملية لاتخاذ قرار بشأن ما حدث وما إذا كان المتهم مسؤولا عنه وقال إن هيئة للدعاء سوف تستدعي شهودها المتبقيين قريبا وأضاف خان أن السلطات السودانية لم ترد على أربعة وثلاثين طلبا قدمها مكتبه في السودان بشأن مقابلة الشهود والوصول إلى المعلومات والأدلة المطلوبة أكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم أنه أخطر رئيس البحثة الأممية في السودان يونيتامس فولكر بيريتس برفض دعوة المشاركة في ورشة تقييم اتفاق جوبا المزمعي إقامتها بنهاية الشهر الجاري وكشف جبريل في منشور خاص أن فولكر سجل زيارة لمنزله يوم الخميس المنصر لتقديم الدعوة لمشاركته في الورشة ولكنه أخطره بعدم المشاركة بسبب ما أسماه بانحياز اللجنة الثلاثية لطرف على حساب الآخرين منذ اللحظة الأولى الأمر الذي تسبب في تفاقم الأزمة بالسودان وأضاف بالمقابل يظل تحالف الكتلة الديمقراطية في السودان يتمسك بموقفه الداعي إلى ضرورة إجراء عملية سياسية دون أي إقصاء تعهد الفريق أحمد العمد بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بالتزام حكومة الإقليم بتنفيذ الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي خلال فترة زمنية لا تتجاوز التسعين يوما تتضمن إكمال المصالحات توطئة لقيام مؤتمر الصلح النهائي بمباركة الفريق أول رقن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في زيارته القادمة للإقليم جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم اللقاء الموسع الذي ضم فعاليات اللجنة المحايدة والتي شاركت في إعداد الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي الذي تم توقيعه خلال برنامج زيارة رئيس مجلس السيادة للإقليم مؤخرا وبمشاركته أعضاء اللجنة القومية المكلفة وبمتابعة مراحل تنفيذ الاتفاق الإطاري برئاسة اللواء الركن عصام الدين عبدالله رئيس هذه اللجنة أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن تواصل الإغلاق لمدة أسبوع اعتبارا من 29 يناير وحتى 9 فبراير وكانت اللجنة العليا للإضراب قد عقدت يوم أمس اجتماعا مهما بحضور ممثل تنسيق إضراب الولايات وأكدت أنها ستعقد اجتماعا آخر في 2 فبراير لتقييم الموقف واتخاذ ما يلزم من تدابير بموجب ما يستجد وتشمل مطالب المعلمين تعديل الهيكر الراتبي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه بدلا عن 24 ألف والذي أجيز في الميزانية العامة الحالية لتمكين المعلمين من مواجهة الأوضاع المعيشية المتردية وغلاء السلع الاستهلاكية والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الوزراء للأعوام 21-22 برفع الحد الأدنى للأجور تمكنت شعبة استخبارات الفرقة العاشرة مشاب محلية بجبيها بجنوب كردفان يوم أمس من ضبط كميات كبيرة من مخدرات الحشيش البنغو في إطار حملاتها المستمرة والتي تقوم بها من أجل السيطرة على الظواهر السالبة خاصة تجارة الممنوعات وضبط التفلتات الأمنية داخل حدود المدينة هذا وتمكنت إبادة الكميات المضبوطة وحرقها بالكامل بحضور لجنة أمن المحلية والدفاع المدني وآلية إصحاح البيئة توفي شخصان وأصيب خمسة ركاب نتيجة انقلاب عربة بوكس دابو الكاب اليوم السد منطقة خور كاتوتا بمحلية الفشقة بولاية القضارف وأوضح العقيد شرطة خالد علي مدير إدارة المرور السريع بولاية القضارف أن الحادثة وقع بسبب انفجار أحد إطارات العربة نتيجة للسرعة الزائدة مما أدى لانقلابها ووفاة شخصين في الحال كما أصيب خمسة آخرون إصابات متفاوتا كانوا ضمن الركاب وتم إسعافهم وتحويل الجثامين إلى المشرحة نظم المجلس القومي للمهن الطبية والصحية ورشة حول سياسات مسارات المهن الطبية والصحية صباح اليوم وذلك بلا مانة العامة لمجلس الوزراء بحضور وزير الصحة المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم ووزير الحكم الاتحادي محمد كورتيكيل صالح ورئيس المجلس القومي للمهن الطبية والصحية الدكتورة مروى حسين وبمشاركة رؤساء وممثلي المجالس التخصصية للمهن الطبية والصحية وناقشت الورشة والمسار المهني والمتخصص للمهن الطبية باعتباره من أهم المهن التي تضمن مستوى تأهيليا وتطبيقيا لممارسة المهنة بجودة عالية وبرؤية تدريبية وتأهيلية محكمة للممارسين للمهن الطبية وتقديم الدلائل الممنهجة التي تحكم التدرج الوظيفي كما استعرضت الورشة ورقة حول سياسة الاعتماد عقد حزب الشعب القومي اليوم بأم درمان مؤتمره التأسيسي بمكتب ولاية الخرطوم تحت شعار السيادة للشعب وهو المكتب السادس الذي يتم تكوينه منذ تأسيس الحزب على المستوى الاتحادي بواسطة مجلس الأحزاب السياسية قبل عامين وسط مشاركة رسمية وشعبية واسعة وقيادات من مختلف المكونات السياسية وأكد رئيس حزب الشعب القومي الدكتور حافظ عمر أن الحزب يهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي مبينا أن الحزب كان له دور كبير ومشاركة فاعلة في ثورة ديسمبر المجيدة وقال إن تأسيس مكتب الخرطوم الذي تم اليوم تحت شعار السيادة للشعب يمثل نقلة نوعية في عمل الحزب مبينا أن مشاركة كيانات وأحزاب في تأسيس الحزب تعتبر تقدما كبيرا في العمل السياسي منوها إلى أن الحزب يقف وسطا في ظل الأوضاع السياسية الرهنة زار السفير والصادق عمر عبد الله القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة جمهورية السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اليوم المواطن السوداني أحمد مدثر الحاج والذي يتلقى العلاج مستسفى أسيوت الجامعي إثر إصابته في حادثة القطار الأخيرة أثناء إنقاذه لسيدة مصرية كبيرة في السن سقطت تحت القطار بأسيوت ونقل السيد القائم بالأعمال بالإنابة تمنيات حكومة السودان بعاجل الشفاء للمصاب ووقوف الدولة بجانبه سيما وأنه عكس القيم والأخلاق السودانية وضرب أروع الأمثلة في التطحية والتي تعد من الشيام المتأصلة في المجتمع السوداني تفقد والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة ووزير الصحة الاتحادية الدكتور هيثم محمد إبراهيم وبحضور علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالسودان والأستاذ العاص أحمد كامل المدير الإقليمي لمؤسسة البصر بالسودان تفقدوا المقر الجديد لمستشفى مكة لطب العيون بأمدرمان والكلية الملحقة به والكائن بميدان البحيرة بشارع النيل مدرمان والذي تنفذه مؤسسة البصر العالمية وأشاد وزير الصحة الاتحادية بدور مؤسسة البصر في توطين علاج العيون بالداخل وتطوير الأجهزة والمعدات في مجال العيون وقال إنه بعد اكتمال العمل بالمستشفى سيكون أكبر مرفق صحي متخصص للعيون على المستوى الإقليمي من جهته قال والي الخرطوم إن مستشفى مكة يعتبر ثمرة للتعاون بين السودان والمملكة العربية وأنه ظل يقدم خدماته في كل أنحاء البلاد لمدته ثلاثين عاما نفذت إدارة الخدمات الصحية بمحلية الجبلين حملة للرقابة والتفتيش على المحال التجاري بأسواق مدينة الجبلين وقالت الأستاذ سعدية عثمان مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية بالمحلية في تصريح اللسونة إن الحملة تهدف لتقليل المخاطر من الأغذية منتهية الصلاحية وآثارها الجانبية وأضافت أن الحملة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بأسواق المدينة استهدفت البقالات والمطاعم والمقاهي والمخابز والجزارات حيث تمت مصادرة مواد بلاستيكية ضارة وسلع وأغذية منتهية الصلاحية وقد تم إصدار اندارات لأصحاب المحال المخالفة للوائح ولقوانين العمل أشهدت دولة جنوب السودان بالجهود الإنسانية الكبيرة التي ظلت تطلع بها منظمة أياد الخير وتقدمت بالشكر والتقدير على قافلة الدعم المقدمة من المنظمة لمتضرر حريق معسكر لاجئي دولة الجنوب بالحاجوس في حي التكامل الذي يضم أكثر من 450 عائلة وقدمت منظمة أياد الخير قافلة مساعدات للمتضررين من الحريق الذي قضى على المعسكر حيث شملت القافلة على مواد تموينية ومستنزمات مدرسية من حقائب وكرسات وأقلام وشهدت السفارة بالجهود الكبيرة وتعاون منظمة أياد الخير مع إدارة الشؤون الإنسانية بسفارة دولة الجنوب أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلان بجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلم في مدينة يومدرمان أن الإعلانات المنتشرة على المنصات الاجتماعية بخصوص إحياء إحدى المغنيات حفلاً غنائياً على شرف تخريج الطلاب لا علاقة له بالجامعة وهددت بإجراءات قانونية حال عدم سحب هذا الإعلان وكانت إعلانات تحمل صورة الفنانة مروة دولية انتشرت يوم أمس الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان بخصوص حفل غنائي على شرف تخريج طلاب من الجامعة وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلان بجامعة القرآن في بيان توضيحي اليوم أن بعض الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي تناقلت محتوى إعلانياً سالباً محتواه شروع بعض الروابط الطلابية لطلاب جامعة القرآن الكريم وتعصيل العلوم في إقامة احتفالات لتخريج بمشاركة إحدى المغنيات طالب الحرفيون للمنطقة الصناعية السوق الشعبي سنجا حكومة سنار بصيانة مصر في السوق الشعبي وتطهيره من النفايات ورطه بالاستاذ الأولمبي الجديد ودعوا إلى الاستعداد مبكراً لفصل الخريف حتى لا تتم معاناتهم المزيد في سياق التقرير التالي يعاني الحرفيون بمدينة سنجا في مربع ستة جنوب السوق الشعبي من حدادين وميكانيكية وسمكرجية وبرادين وأصحاب المحالة التجارية من معانات متجددة سنوياً بسبب الخريف والذي يكتشح ورشهم ويحول بينهم والإنتاج لأكثر من ثلاث أشهر في معانات سرها المصرف الجنوبي للسوق الشعبي المربع ستة دي أخوانا جنوب السوق الشعبي جنوب موقف التاكسي الأتوس البمشي سي النار الحتة دي فيها المكانيكية والسمكرجية والحدادين والبوهيجية النازل نمنيجي الخريف ده بيجيفه قريباً ثلاثة شهور نازل دون عوائل ثلاثة شهور دي العربية خاصة العربية ما أرقى لأورشة مفتوحة صحاب المحالة التجارية عبروا عن هذه المشكلة وتفاقومها سنوياً رغم نداءات من متكررة للسلطات المحلية بصيانة المصرف وتجنب المخاطر ولكن لا حياة لمن تنادي المصرف ده مكفول تماماً فنتمنى من المسؤولين يجوا يفتح المصرف ده من كافترية يوسف محمد أحمد إلى الاستاذ الأولمبي أحد المواطنين بمربع مئة وستاشر امتلاد الدرجة سنجا روى لقناة البلد تأثر منزله بالمياه الغزيرة وتلف مقتنياته بصورة متلازمة ضر كثير جداً لكل المنازل يعني من ضمنهم هو حي مربع مئة وستاشر ومربع مئة وواحد واربعين تظل مشكلة الحرفيين السوى الشعب سنجا وحياء الدرجات في إصراع مع الخريف وتجاهل السلطات وأن المياه تجرف ورشهم وتشردهم عن آداء عملهم رياضياً إذا وصل إلى العاصمة التنزانية من الجزائر يوم أمس السباعي محمد عبد الرحمن وياسر مزمل ووليد الشعلة وعبد الرؤوف يعقوب وعلي أبو عشرين والدين بوكبا وموفق صديق حيث كان في استقبالهم بمطار دار السلام السيد الفاضل حسين مدير العلاقات العامة المكلف بنادي الهلال والتقى السباعي عند وصولهم إلى مقر الإقامة بالسيد عبد المهيمن الأمين رئيس البحثة ومدير دائرة الكرة وفضل الطاقم الفني منحهم راحة عن التدريبات على أن ينخرطوا في تدريبات الجماعية اعتباراً من اليوم أعلن نادي المريخ السوداني قامة مبارياته في دور أبطال إفريقيا هذا الموسم على ملعب شهداء بنينة في مدينة بنغاز الليبية وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة للقدم كاف عدم السماح بدخول الجماهير لمباريات الهلال والمريخ بدور الأبطال بإستاذ الجوهرة الزرقاء وذكر المريخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل اجتماعي تويتر أنه قرر خوض مباريات مرحلة المجموعات من دور أبطال إفريقيا بملعب شهداء بنينة في مدينة بنغاز الليبية وسيكمل النادي الترتيبات مع مسؤولي الملعب والاتحاد الليبي بالتنسيق مع الاتحاد السوداني وتم إبلاغ الاتحاد الإفريقي حيث جاء الرد من الكاف بالمواثقة قبل ختام نشرة الثامنة نعود ونذكر بأهم وأبرز ما جاء فيها من عنوين رئيس الوزراء الإثيوبي يجري لقاءات مكثفة بالخرطنوم حول تطور العملية السياسية خبراء يصفون الاتفاق الإطاري بأنه طوق نجاة وفرصة للخروج من الأزمة الحالية وللجنائية الدولية تستمع لأكثر من خمسين شاهدا حول قضية دارفور وتنهي مرافعاتها شهر المقبل نهاية هذه النشرة ومشاهدينك كرام شكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء